تعريب داري دوري إيفو موفيج راسبوتين الحلقة 375 من سلسلة الموسوعة السياسية التاريخية السلام عليكم مرحبا بك على قناتي إذا كنت من المتابعين الجدد اشتاعت لتتوصل بطول جديد إن شاء الله يفيدك هذا الموضوع وفي آخر الفيديو سأذكر مصدر ومرجع المعلومات داري دوري إيفو موفيج راسبوتين 1872-1916 ميلادي راهب روسي مغامر ولد سنة 1872 ميلادي في بوترو وقتل سنة 1916 ميلادي في بيترو دراد توصل هذا الراهب الأم القراوي النشأة بفرصيته في شفاء الأمراض وحيلته ومنورته وقوة شخصيته من أن يرسب ثقة أليساندرا زوجة القيصر ابتداء من سنة 1905 ميلادي ومنذ سنة 1907 ميلادي تبع القيصر ندول الثاني بدوره هذا الفاسر بشكل عام بسبب خضوع التام لزوجته وتانى يعتقدا بإخلاص أن راسبوتين سيشي لهم ابنهم المهدد بالموت وقد استغل راسبوتين نفوذه لبعد من يعارضونه في القص وتقريب من يطلبون حمايته وقد أدى ذايت إلى عزل الطيصر عما يجري حوله وقد واجه الدومة ورئيس الحكومة التأثير من الانتقادات إلى راسبوتين إلى أن حماية القيصر له ظلت ثابتة لا بل إنه تجرع على ترشيح نفسه لمعصب رئيس الوزارة وقد دفع هذا الوضع بعض أفراد العائلة المالية إلى اغتياله اللهم صل على محمد وعلى آله محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آله إبراهيم إننا تحميد مجيد اللهم بارت على محمد وعلى آله إبراهيم إننا تحميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آله محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آله إبراهيم إننا تحميد مجيد اللهم بارت على محمد وعلى آل محمد ما بارت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إننا تحميد مجيد